للمرة الأولى منذ تكليفها أول اجتماع رسمي، أعقدته حكومة فتح بشاغة في مدينة سبها جنوب البلاد بعد فشلها في دخول طرابلس. خلال الاجتماع أشار بشاغة إلى أنه يحرص على أن تكون الحكومة لكل الليبيين على غرار إقليم الجنوب الذي يعاني من الإقصاء والإهمال حسب تعبيره، زاعماً بأن حكومته شرعية ومنبثقة عن سلطة تشريعية. الإختلاف السياسي الذي امتد لسنوات نتج عنه انشقاق واقتتال، يقول بشاغة الذي شغل في السابق وزيراً في حكومة السراج معرباً عن استعداده للتضحية من أجل فضي الخلافات القائمة. في جدول أعمال اجتماعه ذكر بشاغة بأنه يتضمن مناقشة مشروع قانون ميزانية العامة كما تطرق إلى الجانب الأمني والأسكري للحدود الجنوبية وأيضاً المقترحات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية إضافة إلى مسألة الإيرادات النفطية. في المقابل نجد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وهو يجدد تمسكه المطلق لتوليه رئاسة الحكومة لحين إجراء الانتخابات وتسليم السلطة بعدها واصفاً أي حديث غير هذا بأنه مضيعة للوقت حسب قوله. في غضون ذلك تحاول رئيسة البعثة الأممية في ليبيا سيفاني ويليامز البحث عن نقطة تقاطع ينتهي عندها الخلاف عبر تقريب وجهات نظر الطرفين رغم تعقيدات الأزمة من خلال ضمان جداول زمنية واضحة لإجراء الانتخابات السبيل الأوحد الذي يخرج البلاد من أزمتها.